دولة الحديثة المصرية ازاي ان نظم الجماهير بشكل يعزلهم تماما عن الفعل السياسي يعني هو جمهور يلقن ويوجه ويتحكم فيه والجمهورية بتتكلم بلسانه وتتكلم له بس مش سامحاله انه هو يتكلم مش سامحاله انه هو يبقى له دور مستقل دي ما كانتش عملية سهلة لانه مش بس عشان الجمهور ده عدده كبير حتى سنة اتنين وخمسين بس كمان لان الجمهور ده جمهورية المصرية لها كانت تنظيمات فيه احزاب وفيه صحافة وفيه جامعات وفيه نقابات وفيه اتحادات عملية وفيه جامعيات سرية وفيه جامعيات دينية وفيه طرق صوفية يعني الشعب ده هو الجمهور ده هو له دور طول الخمسين ستين ما كانش مئة سنة السابقة على انقلاب يوليو فما كانش صدفة ان من اهم الحاجات اللي عملها نظام يوليو اول ما جاه انه يقفل المجال العام ويتحكم فيه النقابات طبعا الغى الاحزاب وامم النقابات خليها خضعة لرقبته وامم الصحافة وطهر الجامعات فالمؤسسات فضلت موجودة بس الامن هو اللي بيتحكم فيها وفضل هو ده لسان حال نظام يوليو طول الخمسينات والستينات وبعدين لأول مرة كان الناس تنزل ضد الحكومة كان في سنة 68 بعد احكام الطيران وبعد القوانين اللي كان بتتحكم في نظام التعليم في فبراير ونوفمبر 68 اول مرة نظام يوليو وعبد الناصر يفجأوا بان الناس نزلة من غير ما بتهتف باسم جمال عبد الناصر ومن هنا جات فكرة انشاء الامن المركزي جهاز امني معسكر بس مش تابع الجيش لان الجيش مشكوك في ولاقه بعد 67 وبالتالي هو تابع لوزارة الداخلية وده هو الجهاز اللي فضل النظام بيعتمد عليه لقمع الناس طول السبعينات والتمانينات لحد ما الجهاز ده نفسه تمرد سنة 86 هنا وقتها الجيش نزل يتحكم في الجهاز اللي كان من دوره هو قمع الجموع وبعدين الهبة الفضيعة اللي حصلت في 2011 2011 كان شيء غير مألوف صحيح كان له ارهاصات قبل كده في المظاهرات اللي نزلت في كفاية والمظاهرات اللي نزلت ضد حرب العراق إنما حجم المظاهرات دي كان غير مسبوق والجرأة اللي نزلت بيها الناس كانت غير مسبوقة إنما الشاهد في الموضوع بالنسبة لي هو إزاي إن بعد الصدمة الأولى الدولة عرفت إن هي تحتوي الحراك الشعبي ده وعرفت إنها تتحكم فيه لأن كأن عندها كتالوج هي فهمة إن جمعده دي هي حتى لو كانت بالملايين طول ما هي غير مسيسة سوري طول ما هي غير منظمة يمكن التحكم فيها فأدوات التحكم سواء كان عن طريق الأمن المركزي أو عن طريق التلاعب بالأحزاب اللي احنا بنقول عليها الأحزاب الكارتونية يعني نعمل الأحزاب هي دورها إن هي تحكم الشارع وتحتوي المعارضة مش إنها تعبر عن المعارضة كل الأدوات دي صحيح فشلت في فتر ما في 2011 إنما الدرس العميق اللي الدولة عرفاه هو إنه طول ما الناس مش عارفة تنظم نفسها أو مش قادرة تنظم نفسها إحنا ممكن إن إحنا نحركه حتى لو كانوا بالملايين والبرتو الشاهد في الموضوع ده أي حاجة عدد قليل جدا من المصريين يدركوه وهي أحداث 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 ساعات أقدم شوية شوف الناس بتنزل الشارع إمتى؟ صاحب بتنزل الشارع في كفاية وصاحب بتنزل الشارع في المظاهرات ضد حرب العراق وإنما الحدث الكبير كان يوم 19 يونيو 67 بعد الهزيمة أما الناس نزلت تطالب المسؤول عن الهزيمة مش بمحاسبته ومعاقبته بل بالبقاء في منصبه ده شيء لفت نظر مؤرخين كتير وطبعا التفسير التقليدي أو السؤال التقليدي هو هل كانت الجمع دي عفوية ولا كانت مسيرة ومخطط لها أغلب الناس الحقيقة دلوقتي بتجمع على إن الدولة نفسها تخضت من يعني حتى المسؤولين من الاتحاد الاشتراكي تخضوا إن الناس نزلت إنما في قصة أسبق على دي سنة 62 هي اللي بتدينا مفتاح فهم طريقة نظر الدولة للشعب وهي برضو إن الشعب طول ما هو غير منظم يمكن التلاعب به برضو قليل جدا من المصريين اللي يدركوا إن كان فيه صراع عميق جدا 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 وخفي بين رجلية دولة الأساسيين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامل وطول سنة 61 و 62 عبد الحكيم عامل بيلوح بالقلاب ضد عبد الناصر مش انقلاب يشيلوا بس إنه يستخدم الجيش كوسيلة للضغط على عبد الحكيم على عبد الناصر عشان ينتزع منه صلاحيات أكبر لقائد الجيش ولو زباط الجيش المحيطين بعبد الحكيم عامل عبد الناصر قرر إنه يعمل حاجة سماها مجلس رياسة مكون من خمس رجال من طبعا أعضاء مجلس قط الصورة الأدام زي البوليت بيرو بتاع الاتحاد السوفيتي ويعين عبد الحكيم عامل فيه على إنه يبقى واحد من خمسة بس بشرطه إنه يسيب الجيش عبد الحكيم اعترض وأعضاء مجلس قط الصورة أحتاسوا في أمرهم مش عارفين يعملوا إيه لحد ما زكري محيد الدين اللي هو رجل الأمن الأول في مصر وهو المستشار الأساسي لعبد الناصر وأسكى واحد فيهم فرأيه قال له عبد الحكيم ما بيلعبش ده بيخطط لحاجة صعبة أنا من رأيه إن انت في دلوقتي إحنا بنتكلم في ديسمبر 62 تعلن إنه في عيد الصورة عيد الناصر بتاع 23 ديسمبر كم أسبوع تعلن إنه أنت هتتنحى عن رياسة لأنه وقتها الناس هتنزل للشارع وقتها هو هيبقى قدام خيارين يأما ينزل الجيش قدام الشارع يأما ينصع لرأينا ويتنازل عن تحكمه في الجيش ويبقى واحد من خمس تنفار في مجلس رياسة الشاهد في الحوار ده هو وده موجود في مذكرات عبداللطيف البغدادي وأنوى السادات الكلام ده منشور مش سر يعني بس الناس نسياه الشاهد في الموضوع إنه فكرة إن أنا أستخدم الشعب في كوسيلة من وسائل حسم الصراع الداخلي اللي بيننا وبين بعض يعني الجيش بيتخنق مع رياسة فهجيب الشعب أحطه في النص عشان أخوف الجيش بيه الفكرة دي موجودة من زمان وجاية ومنطقها إيه؟ منطقها إنه إحنا ممكن نعمل كده حتى لو الناس نزلة بالملايين ممكن حركها زي ما أنا عايز طالما إنه هي مش منظمة وده بالضبط اللي حصل في 19 يونيو أما الناس نزلت يعني قصدي الفكرة دي موجودة ومعروفة من قبلها بخمس سنين وأظن ده اللي حصل في 2013 في 2013 الناس نزلت بشكل عفوي لسبب آخر ضد الإخوان بس الدولة العميقة عارفة إزاي إن الناس دي هي طول ما النخابات مش مستقلة والأحزاب مش حرة وإنه الحركات الطلبية مؤممة وإنه طبعا زي ما شفنا حتى الألترس عارفين يلعبوا بيهم كل محاولات الشعب إنه ينظم نفسه بشكل مستقل فشلت وبالتالي الجموع إن شاء الله يكون عشر مليون في الشعب ممكن حركهم زي ما أنا عايز فالدولة فهمة فهمانا كويس فهمة عن إيه حشود وساعات ممكن الحشود دي تزعزعهم شوية وتخلخل التوازن الهش اللي بينهم إنما في النهاية طول ما الدولة تنجح في وقد محاولات الشعب إنه ينظم نفسه في تكتلات وأحزاب ونقابات ونوادي مستقلة طول ما الدولة متطمنة إن هي ممكن إن هي تعمل اللي هي ما بدلها فالدرس المستفاد من ده إن الدولة درسانة وعرفة وده شيء منطقي مش مش درسانة بالإسم درسة تاريخنا وعرفة تتعامل معانا إزاي وإحنا للأسف مش فاهمين هما فاهمين إيه ومش فاهمين أسالبهم إيه ومش فاهمين خناءتهم الداخلية إيه ومش فاهمين إزاي بيستخدمونا في حل نزاعاتهم الداخلية وإنه فعلا بيتحركوا على جساسنا حرفيا فده الدرس اللي أنا استفدته كواحد بدرس تاريخ وعارف تاريخ الدولة دي بتتعامل معانا إزاي من مش بس 2011 لأ من سنة 1962 وطالع مرورا ب67 ومرورا ب86 ولحد كفاية ولحد 2011 موضوع التعذيب موضوع كبير كلنا مهتمين به وطبعا أغلب حركات حول إنسان في التسعينات والألفينات كانت معنية به وعندنا تسجيلات كتيرة وحوادث كتيرة عن التعذيب أنا بدرس التعذيب كواحد مؤرخ بشوف تاريخ التعذيب في مصر مش بس في وقت مبارك بس من أول الحقيقة من أول القرن التسعتاشر أنا أصل متخصص في القرن التسعتاشر واستوقفني ليحة قديمة صدرت وقت سعيد باشا سنة 1862 بإلغاء التعذيب اسمها بشكل مباشر ليحة استبدال الضرب بالحبس فاستوقفتني الليحة دي يعني ليه الدولة المصرية أقدمت على إلغاء الضرب واستبداله بالحبس سنة 62 وأظن إن قراءة التاريخ الليحة دي هي قابليها وبعاديها ممكن تفهمنا شيء عن برضو الدولة دور التعذيب إيه دور التعذيب إيه في دولة زي الدولة المصرية في جهاز شرطة زي الجهاز الشرطة المصرية وليه في لحظة ما مش تنفيزا لتوصيات من جماعات حقوق الإنسان أو مساق العالمي لحقوق الإنسان لا الدولة المصرية من نفسها لغة التعذيب عشان نفهم لغة التعذيب ليه لازم نعرف هو التعذيب بيقوب مدور إيه فالتعذيب طبعا بالمنطق زي ما إحنا عارفين هو وسيلة ممكن يستخدم كوسيلة من وسائل الانتزاع لاعتراف من متهمين في وقت التحقيات الجنائية أو السياسية فده شيء الشيء التاني هو عقوبة الضرب الجلد فده هنا بنتكلم على التعذيب لغرض تاني وكمان التعذيب كوسيلة لفرض السيطرة والسطوة والهيبة من قبل رجال الدولة على الشعب فسنة 1862 صدرت اللايحة دي هي بمنع التعذيب أو الضرب زي ما كانوا بيقولوا عليه في الوظفتين الأولانية والتانية يعني ممنوع استخدام التعذيب ليه إجبار المتهمين اللي الشرطة بتحقق معاهم على الاعتراف ليه في رأيه برضو مش عشان حق إنسان وما كانش أصلا في رأي عام محلي ما بالك بحق إنسان ولا جمعيات ولا إنما كان الفكرة إنه الشرطة نفسها اللي كان بيسمها الضبطية وقتها بتكتب التقارير وبتترفع ليه مستويات أعلى من الإدارة بتقول إنه الناس بالمنطق ممكن إنها تعترف بأي شيء طالما إن هي وقع تحت الضغط التعذيب وبنكتشف بعد كده إنه الشخص اللي اعترف ده مش هو الجاني ده شيء معروف من زمان إيه اللي جد جديد؟ في رأيي اللي جد جديد إن فيه بديل فيه بديل لإقامة البيّنة لإقامة الإثبات القانوني البديل كان إن جهاز الشرطة بقى كفئة فالزباط الشرطة بقوا بيتضربوا على القيام بتحقيقات أكفئة وفي نفس الوقت بقى عندهم أدوات بتساعدهم على ده أهمها الطب اللي بنو عليه بالوقتي الطب الشرعي الوقتها كان اسمه الطب الجنائي أو كان اسمه الطب السياسي لأسباب معقدة مش هخش في الإسم ده هو جاي منين يعني فبالتالي جهاز الشرطة الزبطية يعني اسم الشرطة عنده وسيلة داخلية إنه أما ييجي يحقق مع حد يحقق معاه بزكاء زكاء سايكولوجيكل عشان يخليه يعترف أو يتأكد إنه مش هو الجاني وكمان فيه أجهزة كتيرة بتتعاون للوصول للجاني الحقيقي وبعدين فيه جهاز الطب الشرعي ده اللي هو ممكن يحسم الأمر بأكتر من كلام أي معترف ده من ناحية ناحية تانية إنه العقوبة برضو ما بقيتش الجلد يعني قبل كده الجلد كان عقوبة شرعية مشروعة القوانين كانت بتقول اللي يعمل كذا عقوبته خمسين جلدة سبعين جلدة ميت جلدة المشكلة في ده إن ده ما بيسويش بين المتهمين لإنه ممكن واحد قوي البنية يحتمل الضرب أكتر من رجل كبير في السن وممكن يكون رجل كبير في السن ده مجرم أكتر أو ارتكب جرم أشد من الآخر فمن هنا جات فكرة السجن السجن والحبس عشان كده الليحة اسمها لايحة استدال الضرب بالحبس الحبس بالضرب كان اسمه كده فإن إحنا هنعمل سجون بس عشان السجون دي هي تقوم بدورها كرادع لمن تسول له نفسه كعقوبة على الجرائم لازم السجون دي نفسها يرتقى بيها ما تبقاش أماكن للموت وللنفي بس تبقى أماكن تقوم بدورها إن أنا هاخد أنتزع من شخص ما حريته لمدة خمس سنين لمدة ثلاثة أيام لمدة خمستاشر سنة وبعدين أرجعه المجتمع تاني بعد ما يكون أدى دينه للمجتمع ده شيء تنفس في مصر بالفعل مش بناء على أن الناس أردت فولتار ولا مونتسكير لا الإدارة المصرية عرفت أن هي تعمل ده وتنتج الأدوات دي هي سواء كان السجون كعقوبة أو الطب الشرعي كوسيلة لإقامة البيينة القانونية فمن هنا جات اللايحة دي هي الشاهد في اللايحة دي إيه؟ إن الدولة المصرية بقت كفأة دي علامة على تطور كفاءة الجهاز البيوقراتي المصري إن أنا مش محتاج إن أنا أمسك الناس وعذبهم مش محتاج إن أنا زي ما بيحصل دلوقتي إنه ضابط جديد أتعين في اسم شرطة فلازم يثبت وجوده بإنه ينزل ينكل بالناس وده اللي بيحصل دلوقتي عشان يثبت لهم إن الدولة موجودة وإحنا دلوقتي أنا كواحد برضو شغال في حملة ضد الإعدام بشوف إنه اللي بيمنع الجرائم مش غلوزة العقوبة ولا قسوتها ولا علنيتها اللي بيمنع الجرائم هو تأكد المجرم إنه هيعاقب وإنه هيتمسك وده مشروط بكفاءة جهاز الشرطة كل ما نلاقي جهاز الشرطة بيعتمد على التعذيب أكتر كل ما ده يكون علامة على تردي أداء زباط الشرطة في التحقيقات الجنائية أساسا والتحقيقات الجنائية دي مفروض تعانينا كلنا لإن ده بيمس أمننا الشخصي والمباشر واليومي فلازم بالتالي إحنا كلنا نبقى مهتمين بدا وبالتالي أنا اعتراضي على التعذيب مش بس نابع من انتهاكه للموافق العالمية والحقوق الإنسان والإنبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية والإنسانية وهكذا إنما خوفي على أمني الشخصي وإحساسي إنه ده علامة على تردي أداء جهاز الشرطة أنا عايز جهاز الشرطة قوي وفعال وكفء والكفاءة ما بيجيش من إن أنا أنزل أضرب الناس وبهدلهم وعذبهم وأهين كرمتهم لإن ده في حقيقة الأمر بيربي عداوة وطارة بين الناس والمش بس الناس والشرطة بين الناس بعضها وبعض لإنه الدولة النظام ده عشان يشتغل بالشكل ده بيعمل بيشتغل زي ما أنا عارفين بيجيب ناس وجندهم في جهاز الشرطة ويبتدي يشتغل لحسابي وده بيزود من تفسخ المجتمع فعلى المدى الطويل ده شيء خطير جدا وفي وقت الأزمات الفروقات دي هي احنا مش تايفينها دلوقتي بس بتنفجر وهو السورية اللي بيحصل فيها ده حصل إزاي حصل نتيجة انهيار في منظومة العدالة وتفسخ في علاقة المجتمع علاقات المجتمع الداخلية وفي علاقتهم بالدولة والمربط الفرص في ده هو مين اللي بيحتكر استخدام العنف الدولة في الجيش والشرطة لو أسيء استخدام العنف من قبل الجهة اللي أنا بخولها ان هي تستخدم العنف وتحتكره اللي هو جهاز الشرطة عواقب ده على المجتمع وخيمة جدا الدولة المصرية الحديثة دولة في النهاية عمرها 200 سنة مش أكتر فالناس اللي بتقول إنه الدولة المصرية دولة مستبدة عشان الفرعنة بيخفالوا حقيقة إن الدولة المصرية الحقيقة الحديثة بدأت من وقت محمد علي وفي قطيعة كبيرة بينها وبين الدولة الصبقة عليها الدولة دي أنتجت خطابات وممارسات مهمة جدا لسه عايشين في ظلها لحد النهاردة والحقيقة إنجازات الدولة دي إنجازات مهمة جدا ويجب إدراكها حتى التمثب بيها والافتخار بيها مشكلة الدولة دي هي إن هي ما بتخدمناش هي بتخدم نفسها وبالتالي إما منزلنا في الشوارع في 2011 و2012 بنطالب بإسقاط النظام ما كناش قصدنا أو يعني على الأقل أنا يعني ما كانش المقصود حالة فوضوية ما فيش فيها دولة إحنا عايزين دولة عايزين الدولة دي تفضل موجودة بس نغير من طبيعتها بحيث إن هي تخدمنا بدل ما تخدم نفسها أنا عايز أدي أمثلة لده دولة المصرية في رأيي جزء كبير من بدايتها هو مرتبط بالجيش ومرتبط بمحاولة محمد علي لحل نزاعه بينه وبين السلطان العثماني وتأسيس حكم أسري ليه والولاده من بعده في مصر عن طريق بناء جيش تجند المصريين بعد ما جند المصريين ابتدى يجند الفلاحين سنة 1821 من الصعيد اكتشف إنه مثلا اللي بيتلموا من القرى دول بيتلموا بشكل عشوائي لإن ما فيش تعداد واكتشف إن في كتير منهم بيمراضوا ويموتوا لإن ما فيش خدمة صحية وبيكتشف إن كتير من الزباط بتوحهم مش متمرنين لإن ما فيش تعليم وبيكتشف إن حتى لو ما نيجي نعمل نضرب الناس دي هيا الزباط دول مش عارفين لأنه ما عندناش مطبعة تنشر وتطبع كتب اللي محتاجين نحنا نعلمهم بيها وبالتالي كل المؤسسات اللي احنا بنتغنى بيها نشأت نتيجة التجنيد مستشفى الأسر العيني أهم مستشفى طبي في المنطقة كلها كان مستشفى عسكري غرضه خدمة زباط وجنود الجيش ومنع انتشار الأوبئة بينهم مطبعة بولاء اللي هي تاني مؤسسة أنشئت من وقت محمد علي ولسه باقي لحد النهاردة أنشئت بغرض طباعة كتيبات تدريب لزباط هذا الجيش المدارس اللي اتعملت المدارس دي هي أساسها كان برضو خدمة الجيش مش خدمة الجنود بس خدمة الزباط تدريب زباط عشان يخدموا الجيش وجهاز بقراطي الضخم اللي خدم المؤسسات دي هي سنة ورد تاني عقد ورد تاني كان جزء كبير منه أصله برضو لخدمة الجيش وتمقت ده في رأيي في الآخر في مؤسسة في إنتاج ضخم جدا مش منتبهين لأهميته وهو تعداد عام للسكان تعمل سنة 1348 التعداد ده هو موجود سجلاته في دار الوسائق القومية أكثر من 7000 سجل عظمة التعداد ده إيه؟ إنه بيعد مش البيوت ولا القبائل ولا القرى بيعد الأنفار رجال ونساء أطفال وكبار أجانب ومصريين فكون إن الدولة المصرية عرفت بعد 20 سنة أو 30 سنة من تأسسها إن هي تعمل قاعدة بيانات للمصريين ده علامة باهرة لمدى تقدم البيوكراطية دي هي طبعا بعد حل النزاع بين محمد علي والسلطان ما بقاش فيه دور للجيش والجيش سرح سنة 1141 أو قلص عدده إلى درجة كبيرة لأنه خلاص ما بقلوش لازمة إنما الجهاز الإداري ده تطور وهو ده الجهاز اللي إحنا لحد النهاردة عايشين به تعملت بقى دووين ووزارات ومجالس ومؤسسات إنما طول الوقت فيه جهاز بيوكراطي شغال أنا شغلت على سجلات ومكتبات الجهاز ده هو وشايف قد إيه البيوكراطين لهم مش ما تكلمش على وزراء وبشوات وأعيان لا بتكلم على ناس معنا عرش حتى أسماءهم اللي هم البيوكراطين اللي بيقوموا بالتعداد ده هو اللي بيقوموا بالتطعيم ضد الجدري اللي بيقوموا بتجنيد الناس دي هي اللي بيبنوا المستشفيات اللي بيبنوا الأناطر الخيرية اللي بيقوموا بالأعمال دي هي عندهم قدر تبير جدا من الاعتزاز بالنفس والفخر بإنجازهم وإنتاجهم يا صحيح بيبقى ساعات كتير مش عارفين يحلوا مشاكل معينة إنما مدركين إن تحت إدهم الجهاز إداري ممكن يطوعوه ويطوروه عشان في النهاية يلاقوا حل للمشكلة اللي بيتعاملوا معها طبعا جهل الاحتلال البريطاني سنة 1882 وانتزع هذا الانتاج الضخم اللي المصاريين عملوه وأنا قصدي بالمصاريين مش بس المصاريين إفنيا وأتكلم عن المصاريين والأتراك والشاركس والشوام واليهود دول كلهم في رأيي كانوا مصاريين هم اللي أنتاجوا الجهاز الضخم ده هو الإنجليز جمخدوا وطوعوه لخدمة مصالحهم الاستعمارية والإمبريالية وعملوا الملك وعملوا المشارك كل المستشارين اللي كانوا وراء الوزراء كانش فيه وزر انجليز كان فيه وزراء مصاريين بس وراء كل وزير فيه خبير أو مستشار بريطاني شغال لخدمة الأغراض البريطانية لحد ما جات صورت 52 وشالت الانجليز وشالت المستشارين وشالت الملك وأبقت على الجهاز البيوقراطي ده هو إنما أنا في رأيي إنه فيه تردي فظيع في أداء هذا الجهاز البيوقراطي من يمكن من قبل 52 إنما بالتحديدا من 52 وطالع وعلامات تردي أو أسباب تردي هذا الجهاز إنه هو في النهاية من الأول في حقيقة الأمر ما بيخدمناش ما بيخدمش المصاريين هو بيخدم جهاز الدولة ده هو بس دولة نفسها تفسخت في رأيي من 52, 53, 54 وهي نفسها مش عارفة تلم الدور الأمر اللي قدى بينا ل67 في رأيي 67 جزء كبير من الأسباب الهزيمة إن الدولة بتتخانق بينها وبين بعضيها عبد الحكيم عامر في الجيش بيتخانق مع عبد الناصر رياسة بيتخانق مع جيسة الأمن صلاح ناصر وعلى جساسنا وإنه الجهاز الإداري في الدولة كفقته بتنزل في النازل وإحساس أي دلوقتي بيوقراطي إنه هو بالفخر أو بالاعتزاز اتمسح تماما وبالتالي بقى عندنا دلوقتي مش الأفندي اللي هو بنشوفه في الأفلام الأفندي بيروح الديوان عنده اعتزاز بنفسه صحيح ما بيخدمش الشعب في النهاية إنما فيه self respect كده داخلي جوه الجهاز الإداري دلوقتي النموذج الجهاز الإداري هي مدام اعتماد ومدام سوسن والموظفين والموظفات المقهورين اللي ما عندهمش أي إحساس بالفخر ولا الاعتزاز بنفسهم وإن كلمة بيوقراطية دلوقتي معناها إزلال الناس المواطنين وتعويق العمل وتضيع الوقت على الناس بدل ما كان قبل كده فيه جهاز كف شغال بيخدم مصالح الدولة صحيح ومش مصالح الناس إنما حتى ده انتهى فاللي إحنا بنطالب بي دلوقتي مش عايزين نمسح 200 سنة من بناء مؤسسات إحنا عايزين المؤسسات دي تفضل موجودة بس بدل ما تبقى متردية دي نرتقي بيها بس أساسا عايزين المؤسسات دي هي تخدمنا إحنا مش تخدم نفسها زي ما كان بيحصل في الوقت الملكي